محمد خلينا نخش سريعا انت عارف حلقة يوم الاثنين بتبقى قصيرة سويا لكن عندنا الدوري الانجليزي الحياة الدوري الانجليزي السنة دي بداية رائعة جدا وحنتوقف انا وانت على محمد صلاح عند محمد صلاح محمد صلاح زي ما بتكلمنا قبل انطلاق الدوري الانجليزي وانتقاله للسعودية وقالنا بداية الحياة اكتر من رائع محمد صلاح ارقام قياسية بحياة تقريبا كل اسبوع تبعت ازاي التمن جولات اللي فاتت وخاصة دور محمد صلاح في ليفر بول وكمان على مستوى البريميا الليك كاملا هو محمد صلاح حضرت تحدي كبير لنفسه يعني رفض انتقاله للدوري السعودي بالنسبة له ده تحدي كبير جدا لا انا وجودي بقى في الدوري الانجليزي وتكملة المسيرة مع ليفر بول والدوري الانجليزي والهدف الاسبع بالنسبة له طبعا الكرة الزهبية ده بالنسبة له تحدي كبير جدا وده عمله دافع وحافز كبير انه هو بيشتغل بشكل مختلف على فكرة حتى السنة اللي فاتت الموسم الماضي مع ليفر بول كان ليفر بول طبعا نتائج واخفاقات كثيرة ولكن محمد صلاح كان النجم الظاهر البارع من دون اللاعبين كلهم شال ليفر بول في مباراة كثيرة الموسم الحالي لأ بدأ بداية قوية جدا يعني منكلم على اكثر مساهمة تهدفية مساوئة بهلن بتسع هدف في الدوري الانجليزي حتى الان كل مباراة فيه اسست يعني حتى النونز جاب خمس اهداف فيه اربعة منهم اسست من محمد صلاح بيدرب الاركام القياسية زي ما حدثتك قلت من شوية 144 هدف في البريمير ليج بتساوي طبعا مع الهداف الكبير روبين فان الهولندي عامل ارقام ممتازة مكمل دافع كبير عنده هدف شايفه قدام عينه كابتن هاني ومكمل المسيرة وانا اعتقد محمد صلاح هينهي الموسم الحالي طبعا بارقام قياسية واعتقد ان هو سوف يتخطى طبعا هالند ومنافسة شديدة هو كمان من اهم تتكر ممكن يتخطى هالند الحقيقة هالند طبعا الموسم اللي فات كان بادئ بداية قوية جدا والسنة دي بادئ بداية قوية انت بتتكلم على الراجل جايب 8 اهداف في 8 جولات وبالتالي المنافسة لكن محمد صلاح بدأ من بدري محمد صلاح بدأ التهديف ده مساعد كمان الشكل بتاع شكل الهجومي خاصة اللي بر بولي السنة دي يعني مختلف جدا مختلف عن السنة اللي فاتت طبعا والادوار المركبة اللي بيوم محمد صلاح والاسيست لعب عنده شمولية انا اقارم بهالند من ناحية الفنية لعب عنده شمولية اكتر نزوله اكتر الاسيست بشكل كبير جدا هالند اخر اربع جولات متعطل تماما عدم وجود بروين اربع جولات وربع دون احراز اي هدف او دون عمل اي اسيست محمد صلاح مستمر لاسيست الاهداف فاعتقد المنافسة هتكون قوية وقد يتخطى طبعا هالند لان النص ملعب ليفر بول اختلف الادوار اللي بيقوم بها محمد صلاح مختلفة الغزارة التهديفية ليفر بول دلوقتي وبنشوف حتى مرتب من تاني او تالت افضل فريق من ناحية الهجومية من الاتاكينج اللي بيعملوا في الدولة الانجليزية من اكتر فرل مضيعة فرص كمان يعني عندهم فرص كبيرة جدا وكاد يستغلها محمد صلاح في احراز اهداف اكتر المنافسة شارسة محمد صلاح اعتقد ستخطى وسيضل دائما في من الاخضل والتوب في تركيه